بعد ما صاروا البروزيجر الثلاثة جاهزين صلت جاهز انا اكتب البروجيكت C-Sharp ليتصل فيه ون يعمل لونرن فهروح الفيجول ستديو هامل File New Project هاختار من البروجيكت C-Sharp Visual C-Sharp هاختار يكون Windows Phone Application هاملو هسمي مثلا C-Sharp to Oracle هامل اوكي فانو في شارب مناني C-Sharp to Oracle هامل create البروجيكت مع واجهة بداية هاي الواجهة البداية فانا عمبامي لهذا البروجيكت ليكون له مثلا خليني اقول لجامع فهروح على البروبرتي لهذا الفورم وسمي هاي البروبرتي هاي التكست تابع ودال فورم 1 يوني project بين قوسين C-Sharp لجامع ودال فورم 2 هلا بسي شارب تير سهل اني ضيف Toolbox من زرار او buttons هضيف اول شي تاب فهروح دور على tab او container بلاقيه داخل container tab control فهي اعطيني اكتر من page انا داخل هاي tab control هاقل له يعملي شي اسمه doc in parent هتفوت على البروبرتي في شي اسمه doc هعمل له true هاقل له full fill فهذا doc in parent هيعطيني انه هاي tab ستعبي بكل الشاشة فهون هاقل له عندي tab اولا و tab ثانية وعطيني كمان tab ثالثة فهي اللي هطلب ننادي فيه البروستجر الاول وهي اللي ننادي فيه البروستجر الثاني وهي ننادي فيه البروستجر الثالث فالبروستجر الاول هفوت على الخصائص تبعه وسميها خلينا عمل لها احط هون the boost اشان تثبت شوي هاي هاي بدي سميها ايوه هادغط هون يعني هادغط عليها بعدين هادغط من داخله و text تبعها هسميها اول شي get mobile موبايل الثاني هاسميها هلا ضغط عليها من فوق ام طلعت هلا ضغط عليها تحت هاسميها get name والثالث والثالث هاسميه get info او get students اوكي هلا هاي من الدبوس هارجع لل get mobile واضغط عليه هون وحط تاكس بوكس هارجع بقى ل all window forms روح على شي تاكس بوكس فين يعمل سيرش هون بشكل مباشر قلله text بوكس حط تاكس بوكس جنب التاكس بوكس يحط label هكتب label ونزل label اهم فهي هون هيدخل ال id ونحط هنهل اجب لي button اجب لي button احط button هوا هيد يكتب هون ال id يضغط على الزر يطلع له الموبايل فالموبايل يطلع له كمان داخل بخير نقول text box وهي ال label بدي كمان label تاني فال label الاول هروح على ال properties هلا اعمل شرط الدبوس التاكس تبعه هقل له id نقطة التاني هقل له موبايل على البطن 1 هقل له text اني اكتب search فهلا هايجي اليوزر يدخل هون ال id هيدغط search يطلع له الموبايل نقطة انتهى هدا التكس بوكس اسمه تكس بوكس اثنين هدا التكس بوكس اسمه تكس بوكس واحد get name نفس الفكرة get students كمان تريم تشبهه هلا get name نفس الفكرة خليني عمل متل ما هو هاد هيك اعمل له copy روح هنل get name اجي لهون اعمل له paste بس ودع لهذا الموبايل هسمي name هلا نلسه عمشيس الواجهة لاحظ هاد اسمه تكس بوكس 3 هاد اسمه تكس بوكس 4 وهون هاد اسمه تكس بوكس 2 هاد اسمه تكس بوكس 1 اذا نعم بتخربطوا الاسماء وهاد اسمه button 2 وهاد اسمه button 1 سفي بقى اروح على get student get students فانا بس بدي هدول هعمل لهن copy هاجي لهون اعمل لهن paste وبدلا ما يكون ال id سأقل له course number courses count مثلا فهو هيدخل courses count عدد الكورسات يعمل search يجب له معنومات هاي الطلاب هحطه بشي اسمه data grid view ما بدي اعمل get name get mobile وget students اوكي هلا بقى انا جاهز لحتى اكتب كود c sharp عما بنيت الوجهة اول واحد هروح ال get mobile خيني هون اشارة البوس هعمل double click على button search double click هيفتح لي الكود محل ما بدي يكتب search هون هكتب الكود اللي بيعمل لي get 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 shoe get mobile ازا رحت على get name وعمل double click على search هون هيفتح لي function تاني مشان جيب فيو get name buy id هون get mobile buy id وزا رحت على function التالت فهون هيجيب لي get students buy courses count هجيب الطلاب بناء على عدد الكورسات المسجنية فيو ثلاثة function فكل function هاطلب فيو procedure هذا الزر الاول هذا الزر الثاني وهذا الزر الثالث هاي الواجهة هون هذا الكود المرتبط مع كود c sharp تلاحظ عندي form one c s form one c s بس هادا design فيني فورا نروح على code اني احط على عليه بالزر اليميني وقول له view code او f7 فورا بنقلي لو ازا انا مسلا سكرت هدول اثنين بالغلط ففيني روح على solution explorer ازا عمل double click على forms هتفتح لي الفورم بيجي عليها بقول له بيضغط عليها باليميني بقول له view code بياخذني على الكود تبعه يلي هو فيه الزر الاول والثاني والتالي طبعا هدول الفونكشنز ما بيطلعوا غير لحتى اعمل انا double click على الزر فخلينا هلا بالزر الاول واحد واحد اول شغلة لحتى يدر اتصل بالأوراكل فانا محتاج لا اولا oracle client محتاج لدى dll كاتبته شركة oracle لاتصل بالoracle server فشركة oracle عاملتلي dll اسمه oracle data access منشان تسمح لي اتصل من خلال c sharp على oracle هاي الoracle تستعين ب dll هاي اللي بدر تواصل مع مع c sharp هدول dll مكتوبين بلغة c ما ريح اتواصل معونا بطريق c sharp بس هدول كلايات انا المفروض اعمل لهم هيك اختارهم كلهم اعمل لهم copy بعدين روح على solution explorer من solution explorer اختار c sharp to oracle اعمل اضغط زر اليميني وروح open folder in file explorer اختار هيفتح الفولدر هروح على bin بعدين على debug لاني انا هون عم بشتغل على debug لو كنت عم بشتغل على release كنت لازم روح على release بلاقي folder release اذا المهم فتح البن على debug بحطهم جنب exe بعمل لهم paste لها دولة dll اللي بتتصلوا بoracle 11g بهذا السيرفر اللي احنا هم نشتغل عليه هلا باب اعملت هذا copy paste لا يكفيني بس ان نحطهم لازم اربط oracle data access مع project فحروح على references هقل له بدي اعمل add reference هقل لي وين موجودة هالمكتبة هقل له اعمل شي اسمه browse انا هدلاك هعمل browse و هقل له موجودة داخل project فال project solution هو هاجي لهون انسخه copy واجي لهون اعمل paste enter فتح لي البروجيكت اللي هي oracle data access oracle data access لانه مكتوبة بلغة .net فهي افتحها من خلال .net اعمل له add ل references و سيكون هنا عليها لتشيك بعد اضغط اعمل oracle data access اعمل بعد ما زهرت صار صار فيني ايجي واكتب using oracle .data access .client هذا هذا رقم واحد اني بنيت الواجهات رقم واحد اني بنيت الواجهات الخطوة رقم اثنين اني اعملت using لالoracle data access client و types بعد ما عملت reference ضفتن على references بعد ما ضفت library الخطوة بقى رقم الثلاثة اني بدي عرف نوع الاتصاد تتذكروا لما اجي انا على oracle sql developer اعمل new connection نضيف الواجهات username password ipserver port s id هدول المعلومات كتير مهمين لأعمل الاتصال بالسيرفر كمان نفس الشي لالc sharp كمان لازم عرف هاي المعلومات بس هاي المعلومات هاي المعلومات حط انا ب string شي اسمه connection string فحارجع عالc sharp وابني connection string الخاص بالاتصال بالdatabase عط بالشكل التالي فانا اه قبل الزر هارف هون string هاسمي connection string equal انا بدي اراعي نفس الطريقة ونفس اسلوب دائما صينا بعمله copy paste يعني منشان ما خربت ها قل له user id اسم اليوزر بيتصل فيه في عندي اتش ار او اي اخر يوزر ساويته اسمه يوني فانا هسم ها قل له يوني سيمي كلون password equal oracle طبعا هاد الحكي ممكن نكون المعلومات هاي مخزنة بي file xml مثلا وانا اعمل له load وحطه بقل بهل string مثلا انا هسبتها للتسهيل هاي اليوزر وهاي ال password بعد هيك هاي زائد enter string مرة تانية ها قل له data source يساوي هافتح قوصين لحتى اشرح data source الي هي database هون هيكتب description عن data source فانا هلا بدي اكتب description عن data source اليو يساوي وافتح بقى كمان قوصين هون بدي حط الادرس فحقل له الادرس يساوي بفتح كمان قوصين وبقل له هلا protocol والhostname والport فالبروتوكول هو TCP هاي باي ديفولت ما شفناها يلي بعده بعد البروتوكول في عندي الhost بين قوصين host هاللي بحط ال IP ما انه ال IP انا هساتي سيرفر نفسي فحطه localhost port هلا كمان بين قوصين الport يساوي 1521 هيك بسكر هلا انا القوص الخاص بالادرس معلومات الادرس هلا بدي افتح قوصين وحط فيهم شي اسمه connect data اسم السيرفرس يبتصل فيها اللي هي هي اسم السيرفرس اسم السيرفرس اسم السيرفرس اسم السيرفرس فابدي اقل له بين قوصين connect data connect data اسم السيرفرس 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 المسافات والتقطيع اضع هنا سكر لسترينج اعمل زائد وارد اعمل انتر وارد سكر بلش لسترينج بهاي الطريقة هذا هو الكوننكشن سترينج بهيك هن بيكتبوا بالعادة الكوننكشن سترينج اذا عم باتصل على داتاباس تاني بغير يوزرنيم بغيره غير باسورد بغيره اذا سيرفر غير اي بي بغير هذا الهي الوكال هوست اذا البورت مختلف بغير البورت اذا سيرفاس مختلفة بغير السيرفاس فانا ماني مضطر احفظ هذا السترينج بس يعني اعمل له كوي بيست وانا بس مضطر اني افهمه هلا بقى خليني انزل لعند اول كليك اول ما ضغط اليوزر الزر هيتنفذ هذا الكود فانا بدي هذا الكود مع ما يتنفذ تطلع النتيجة داخل هذا التكس بوكس فانا بدي اخد الكود من التكس بوكس وان بدي اخد العديد من التكس بوكس وان واطبع النتيجة بالتكس بوكس 2 ياخد نتيجة من التكس بوكس وان واطبع بقلب التكس بوكس 2 فاوكي دعنا اهلا ببليش اول شي انا اضمن اصدار exception ما يعمل crash البرنامج حطه بين try catch try catch انه اي شي بيصير حيعمل برنامج حيعمل برنامج وحيطبع لي الاكسبشن بمسيج ex فحقل له messagebox dot show وطبع لي ex dot message اللي هو ال error فايشي داخل هذا الكود اذا صار error حيروح يطبع لي شو رسالة الخطأ بمسيج بوكس اول عملية هلا بليساوية اني عرف ال connection فحعرف شي اسمه class من oracle connection لاحظ دائما هلا حبلش شي اسمه oracle فoracle connection هسميه my connection equal new oracle connection بعطي شو ال connection string يلي هو connection string بعد هيك بدي عرف ال oracle command اللي بدي يستخدم هذا ال connection من شان يطلب ال procedure فحقله oracle command يلي هو مثلا cmd command equal new oracle command شو اسم ال procedure بيطلبه اسم procedure بيطلبه اسم procedure بيطلبه اسم ال procedure هروح لهون هشوف شو اسم ال procedure الاول هقول له get student mobile by id فهي هانسخه get student mobile by id هروح على code c-sharp وحطه بيست داخل string فاصل ال connection اللي هو my connection هلا ال oracle command صار جاهز يلي بعده يلي بعده يلي بعده يديروه حرف ال oracle type فانا هادا ال command شو هو يا ترى تعليمه اسكيو ال قال له لا command dot command type command type command type بيساوي command type dot storage procedure فهذا مو مجرد اسكيو ال عادي هلا بعد ما عملنا هيك هعرف بقى ال برامترات بدي يعطيوني هكا input فهبدي يقول له command dot parameters dot add برامتر الاول وشو نوعه cmd dot parameters dot add برامتر الاول وشو نوعه cmd dot parameters dot add هسضف الاسم ال برامتر هروح على ال procedure اسم ال برامتر std id فحاجي ارجع على c sharp اللو اسم ال برامتر هو std id هلا فاصلة type فهو oracle db type dot ونعطه نوعه number لا يجب نوعه 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 الانتجر 32 الآن فورا نحمر عليه الـ Value الـ Value يساوي فورا نخذها من الـ TextBox الأول .Text من هذا الـ TextBox الأول .Text هذا هو نفسه نفسه هذا سأخذها منه وضعها فيه الآن هي بتكون هاي القيمة String ما في مشكلة حتى لو كان Number هو لحاله بعدين بيحولها إذا هاي مرقت له الـ Parameter الأول أعطيته إياك Input هنا بيعطيه الـ Parameter الثاني لكي أرجع لي كOutput سأخذ له بسيطة command.parameters.add نفس الفكرة الـ Parameter الثاني شو اسمه؟ اسمه std-mobile تعال هون .oracle type كمان انتجر بس هل ما بقل له .value بقل له .direction equal parameter direction .output في عندي input في عندي input output في عندي output في عندي return value إذا كنت هم بتعامل مع function فحل له هذا output هاي نقطة كثير مهمة وبالتالي ان هلا هون عرفت برامترين الاول input والتاني output الاول ما قلت له انه input لانه هو by default input هاي by default هلا قلت له انه هاد output مشان ميزه شان يعرف انه الرجالي قيمته صفي علي اعمل له execute فالخطوات هلا كالتالي لاحظ عرفت my connection اخته من connection string عرفت oracle command مربوط مع ال connection باسم ال procedure ووضحت له انه هاده بعدين اعطيتهم البرامترات اللي بدي بعت له اياها اللي هي ال input وال output بعد هيك بدي اعمل open لهاد ال connection فحقل له my connection dot open اذا كنت مخربت في ال connection string فحيطلع هون exception وازمعني مخربت حيفوت بعد هيك هاقل له command dot execute هلا هاطلو نن query هاي مهمة اني اختارها في عندي اتنين execute وفي عندي scalar وفي عندي non query انا هاختار non query منشان نفز storage procedure بشكل صحيح بعد هيك هروح بدي اعمل oracle data reader هاي العملية قبل هاي العملية لما نفستها بتكون تنفز الطلط فلو كنت مخربت باسم ال procedure او مخربت بالبرامترات سواء ك input او output او type حيطلع لي هون error اذا ما رأيت هاي تمام بنجاح معناتها اموري بخير هلا الخطوة ياللي بعدها فعرف شي اسمه Oracle data reader اللي حتى ارى من هاي ال data او لا ما في داعي خلاص متى ما انا اه نفذت العملية بكتفي اني قلو text box 2 dot text هتطل فيو هاي القيمة command عند الparameter يلي هو الparameters يلي هو هاعطيه يابعطي انتجر كإندكس يابعطي كسترنج عند البراميترز يلي هو موبايل جب لي زكاتك بالله الفاليو تابع هلا هي الفاليو هي object هذا هو string فحقل له بالاخير .toString مشان يحول لي ياها للstring done خلصنا صفية شغلة صغيرة اني اعمل close للconnection مشان مايضا مفتوح myconnection.toClose أبما نكمل كتابة كل شي خلينا نجرب هذا الكود وتأكد انه انا connection string عندي مكتوب صاح بالاضافة للكومند مكتوب صاح خليني يعمل run هم يعمل له build هلا هدخل ال id هيخل الطالب رقم واحد شو رقم موبايله هامل search طلع لي error قال لي tns protocol adapter error ها ها هلا بقى خليني اعرف امشي بالdebug لأكتشف وين ال error صار عندي هعمل اوكي هسكر ال application هارجع حط breakpoint هون على الرمادة حط breakpoint وشغل start هدخل عادي رقم واحد وعمل له search هينعمل له hit للي breakpoint فهيضغط هلا بقى f dash اعمل new connection اعمل new comment احط ال parameters اعمل open اها اعمل catch اذا هلا لساتي انا مرحلة open اعمل catch وطلع لي ال exception انه صار في عندي انا error بالconnection string معناته انه هون هلا في عندي خطأ بهذا الconnection string لازم اتبعوه لحتى يتأكد وين الخطأ user id equal uni semicolon password equal oracle semicolon هون في semicolon نسيان هنا هلا هدخل id رقم واحد search f dash f dash f dash هلا صحيح f dash f dash هلا open مش الحال فتح ال connection هلا الامور بخير اعمل execute للكويري اعمل execute للكويري اعمل execute للكويري اجب لي ال value تبع الموبايل احط ليها بال text احطها 039 تمام وعمل close the connection وسكر هلا احترجع لي الواجهة وحشوفها 039 صار فيني انا اطلع لهون واقيم هذا breakpoint وارجع بقى للكود قال له مثلا طب جيب لي رقم اثنين search اه انا بدي اعمل هون احمله اي في خمسة قال لي ثمانات قال له رقم ثلاثة search سبعات رد رقم اربعة search ستات تمام رقم واحد search تسعة تمام اذا هك انا هلا كاتب هم يطلب هو هون ال procedure لاحظ لاحظ انه كود c sharp عندي ما فيه كود SQL الكود عندي مربوط دائما بال database طب شو الفرق هلا شو الفرق الفرق بيكون في عندي انا شخصين عم يشتغلوا على ال project واحد عم يشتغل من c sharp فقط واحد عم يشتغل من oracle فبكون عندي واحد خبير oracle وخاحد خبير c sharp خبير c sharp بيسأل الخبير oracle بيقل له طلب هادا ال function مر اهل برامترين بدورو خبير oracle هدول بحافظ عليهم و بحافظ على اسماعهم بس اللي بيصير داخل هادا المثود او داخل هاي ال procedure خبير oracle هو حر انه يعدل عليها انه يطوره انه مثلا يعدل بنية ال database يعمل كتير شغلات من دون ما اصلا خبير c sharp بيعرف او ينتبه او يدرى او يحد يكون في داعي انه يقل له هو بس لازم يحافظ انه هادا ال procedure دخله ايدي برجاله موباين هلأ كيف وشو الطريقة خبير oracle هو اللي حيحده وحتى لو مع المستقبل عدل هادا الشي ما حيأثر على c sharp فهي فكرة كتير مهمة مبدأ الفصل بين النظامين ما يكون عندي ايهن متشابسين ببعض لدرجة انه بصير التطوير كتير صعب وخاصة كل ما كبر ال project لقينا كل ما كبر ال project كل ما عندي التطوير صار اصعب وصار في تقاطع واي تعديل واي شغلة بيقولي اليوزر تعود لولي اياها صارت كتير صعبة انه يصلحها فلازم انا انتبه لهي النقطة اوكي خليني هلا بقى اكتب الفونكشن الثاني الخاص لما انا بالجتنام انا بالجتنام بدي جيب الفاليو من التكس بوكس اربعة وحطه بالتكس بوكس ثلاثة اوكي كتير سهل هلا كتير قريب هاد الكود من الكود اللي قبله فحانسخه متل ما هو حامله هيك copy متل ما هو حانسخه حامله copy وحاجي للزر الثاني اعمله paste بس الفرق انه هاد عالتكس بوكس اربعة هاد عالتكس بوكس ثلاثة طبعان كمان ضيفة معي اسم البروسيجر والبرامترات فاسم البروسيجر هاجيه من هون اسم البروسيجر get student by name get student by student name by id هاي get student name name by id هلا اسمه std id نفسه std name الثاني هاد نوعه varchar فبتفرق معي هاي std id std name نوعه varchar ففي عندي varchar هلا لازم حط له size بقل له direction صح بس كمان لازم حط له size فبدي قل له شايف الكومند هاي std name وهي كمان std name فبدي قل له شايف std name هون قبل ما اعمل execute لدوت size سأقل له size equal 20 كاني قل له varchar 20 فصار عندي هلا هاي البروسيجر تاخد هالا اي دي من تاكس بوكس اربعة بعدين بتجيب الاسم بتعرف انه هو varchar و بتقول انه هي هو output بتحدد طوله انه طوله 20 بعمل open اذا كان الconnection string صح وهو لازم يكون صح هلا اني ما عدلت عليه هيفتح هيعمل execute للكويري بعدين هجيب std name و جيب الفاليو منه ويحطه بالتاكس بوكس 3 ويسكر الconnection خلوني اعمل run هروح هلا على get name قل له id رقم واحد search هلي احمد قل له رقم اثنين search اللي سامر هلي رجع عند الموبايل شغال اي شغال رقم اثنين شو ثلاثة اثمانات رقم ثلاثة سبعات الget name ثلاثة search وليد تمام اذا هلا اموري انا بالسليم صفي علي الحركة الاخيرة اللي هي get students انا هون ما حرجع بس مجرد قيمة واحدة يعني انا بالget mobile شفت رجع لي قيمة واحدة اللي هي انتجر او number هون get name رجع لي varchar او string هلا بالget student انا برجع لي table كامي فحنشوف كيف فيني ابني هذا table وحتى استعرضه اوكي فانا اول شي كمان عندي نفس التفكير بالبداية انه نفس الكود هعمل له copy نفس الفكرة هاجي اعمل له هون paste عندي oracle connection my connection اسم الprocedure بده يفرق فالprocedure عندي ايها get student by course number هلا ال input هو course num هذا course num ال output هو students اذا ال output هو students ونما عندي size والtype تابعه هو sys riff cursor فانا حاجي عالفجو studio هلو شو الطيب تابعك طيب تابعك هو riff cursor enter و ال direction تابعه هو output اوكي تمام هلا افتاح ال connection اعمل execute لال query بعد هيك شو لازم اعمل بعد ما انا جبت ال data وجبت المعلومات هلا بقى اختلف الحكي هلا بقى بدي يمشي عليهم بطريقة مختلفة منشان عبيهم داخل هاي data grid view اسمه data grid view تعبى بشكل كأنه شبيه ب اكسل فلا وفيه الى columns وفيه الى row جدول جدول نظامي من ال data base فانا بدي عبيها داخله فبدي اعمل for وابنيها وعبيه فهون انا مضطر استخدم شي اسمه Oracle data reader لانه الشي اللي راجع لي هو مو بس مجرد قيمة واحدة اللي راجع لي هو table كامل تمام فانا هعمل هلا هون بعد ما عملت execute وتنفزت العملية هعرف شي اسمه Oracle data reader هسميه reader one هسميه reader one ها 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 هلا هقل له الcommand عند البرامتر عند students فالcommand عند البرامتر عند students جب لي الvalue هلا الvalue هي شو Oracle Courser فهو شو عامله object فانا هعمله casting والله هو على كفالتي Oracle Reef Courser Oracle Reef Courser بعد ما قلت له ان هو Oracle Reef Courser قلت له من Oracle Reef Courser جب لي get data reader هلا بقى تحول عندي هاي الvalue لreader لقارئ oracle بقى تحول عندي loop وعمله read 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 وقرى منه سطر سطر اذا هاي العملية هو هم برجع لي object عملت له casting لأ Oracle Reef Courser ومنت له جب لي الreader طب منه هذا الreader هو قارب لأوراكل اللي بسمح لي أعمله وعمل كأنه فتش ومجيب سطر سطر اوكي فاول شغلي انا هعمله هروح ال data grid view اللي هي هاي هاي شو اسمه اذا بيجي على property بلاي اسمه data grid view one فحقله data grid view one dot columnans dot clear منشان اذا انا كنت معبيهم قبل بشوي ومرة تانية نفس الفكرة على الروز rose dot clear هلا بعد هيك بدي عبي الكلامن بدي حط الكلامن بدي حط الكلامن زي اللي جاييني بعدين عبي الروز اذا انا بعبي الامي ده بعدين بعبي الاسطور فحقله for int i طوله الريدر dot field count هاي field count property داخل الريدر تسمحي تقلي قديش عدد الاعمدة فعدد الاعملة هلاحظ رجالي ايهو بيجي بقول له data grid view dot columnans dot add هلا شو نمجي بانا اسمه للكلامن بقول له reader one dot get name مين هو get name get اسم الحقل عند الاندكس i فانا حامشي على الحقول الاربعة كل حقل هروح جيب اسمه وضيفه على الاعمدة هاي الفكرة طبعا انا هو هون الاد بتقلي ضيف الكلامن بيقلي ضيف لاحظ هاقل له اد هلا هون هاقل له فاصلة مشان نشوفه بيضيف نوعين column name و header text فانا بديها هون اتنين بنفس الاسم فحاي هاي ها ارجع كررها مرة ثانية دعتك read view فحاجاب لي reader get name i و reader get name i هدول اتنين بديها هم نفس الاسم الخانة والحقل يعني هاي هو الاسم الظاهر والاسم الباطن هيك تماع هيك بشكل تقريبي فاما اما كمين خليني خليني اتفرج تون صار شكل الحقول هعمل run هروح ال get student اللي جب لي الطلاب يعني مسجدين كورس واحد search صار عندي error اللي اللي هنه هون نسيان اعمل try catch مشان هيك ظهر هاد ال exception لازم حط try catch unhandled exception system format exception system format exception input ring was not in a correct format اها فهون هو اللي انا اعملت خطأ هلا ما نشوف شو هاد الخطأ بس اول شي خليني اتذكر اعمل try catch لاحظ بسكر القوص الحالو بيرتب لي الكود لأوراك السيشار هاي الكاتش حنسخها من فوق وحب تحت اوكي هلا انا هون عندي بالكود هاد الكورس نمبر هو نمبر و student هو system reef cursor واسمه get student by course num برجع الكود لراجع اسمه get student by course num اسمه course num و student وهذا اسمه integer ها مو من text box 4 sorry لازم نجيبوه من property text box 5 كتير من خربت فيها لانه تاركين اسمه text box 4 text box 5 يصيرو برمج بخربة هادول لازم يتسمو باسماء صريحة اسماء يتكون معبرة بحيث ال developer ينتبه ما يتخربه هلا ها هرجع عيد التجربة هامل run وارجع ويجب لي الطلاب يلي مسجلين كورس واحد search جاب لي id name num mobile اذا هلا اللي صار انه عبالي ال column عبالي الاعمدة وانا هلا بدوري بدي عبي الاسطور الاسطور وانا لازم نفس الكل بس انا لسه ما خلص برمجة كل ما برمج جزء برجع بعمله run جرب اتكد انه شغلي شغال اوكي خلي نسكر خلصنا هاي الفراية من شان عبي الاعمدة هلا بدي عمل while وروح عبي بقى هذا الاسطور فحقل له while ما دام ال reader بقدر اعمل منه read فتعلمة read بتروح بتقرأ اذا نجحت عملية القراءة بترجع لي true واذا فشلت ترجع لي false فاذا فشلت معناتها خلصت قراءة كل الاسطور وقل له معتها لسه هلا عن براء الاسطور واحد اول باول فشو حقل له عمل read نجحت عملية القراءة فارى اول سطر هلا صار عندي اول سطر فعرف رامن string هسميه param او values هلو equal new string طولة بعدد العمدة اللي هي reader.fieldcount لانه اكيد الفالو هكونوا بنفس عدد العمدة بذيهة بعدين هقل له اعمال for على عدد العمدة من i لعدد العمدة وروح على reader one ليس get name هالمرة get value by index الي هو i وروح حطه بال value سوري حطه بال values في هاي القريت عند ال i وقل له dot to string فقريت انا اول خانة من السطر الاول رجعت او ثاني خانة من السطر الاول ثالث خانة من السطر الاول هيك لحتى اريت سطر كامل السطر كامل صار محطوط داخل values خليني يسميه رو من شان تكون اوضح فهذا عبارة عن سطر طبعا اه ليش كله حولته string ما في مشكلة يعني حتى لو كان ارقام ساوته string كتاريخ ساوته string ما في مشكلة يعني عم برضو انا هون معلومات كله ارقام تاريخ اسماء ما في مانع حطيتهم كلهم برامل string هلا صفت اخر خطوة اني قل له بعد نهاية هاي الفور data grid view dot rows dot add ضف لي هذا ال row هذا السطر اللي هو عبارة عن الرامل strings هلا بعد ما اخلص من ال while لازم اعمل reader one dot close سكر reader بعدين سكر connection دعني هلا اجرب هروح اعمل run هاقل له جب لي الطالب يلي مسجل مادة واحدة او الطلاب المسجلين مادة واحدة search ام جب لي اهم كلهم اثنين و اربعة و ثلاثة سامر و هادي و وليد هاقل له جب لي الطالب المسجل مادتين اعمل search هايقل لي احمد لاحز قال له مثلا طب شو اسمه الطالبي رقم اثنين هايقل لي سامر طب شو رقم موبايله هايقل لي اربعة و ثلاثة فبهاي الطريقة انا عم بقدر اتخاطب مع C sharp اعفوا اتخاطب مع Oracle من خلال C sharp من دون ما اكتب داخل C sharp SQL و اسمح بانه يكون عندي خبيرين واحد يختص بالdatabase واحد يختص بالبرمجة C sharp واحد يهتمني بالواجهات يهتمني باسلوبه وشكله وانه ما يكون فيها exception وانه ما يكون فيها اخطاء ويمنع الوزر من ادخال الاخطاء واحد تاني مهمته انه يحقق البزنس بيهتم بالdatabase وبيهتم بالبروسيجرز والفونكشنز وهي التفاصيل والفورينكي والإير دي وانه يبنيها بالشكل الصحيح والمناسب اما لما اطلب من نفس الشخص هو نفسه يبنيلي الdatabase وهو نفسه يبنيلي الواجهات في عندي احتمال اكبر ليصير خطأ لانه هيك دائما ينصح اني انا حقق مفهوم الفصل وخلي اشخاص خبراء يختصوا بالمجال وافصل بيناتهم هيك نحنا منكون شفنا كيف فينا نربط مع الوراكل مرورا بالطلاب البروسيجرز اشتركوا في القناة